فإذن تطبيق العمل كل إنسان أمام خيارين إما أن يكون مثل الرجل العاقل والحكيم أو أن يكون الغبي الجاهل بعدم تطبيق هذا الكلام فإذن إحنا لما نسمع محتاجين نطبق هذا الكلام بشكل عملي بالطاعة لصوت المسيح مش بس التطبيق الكلام التركيز والاهتمام أصعب شيء أحبائي أن الإنسان تعتبر كارثة إذا لم يتغير لاحظ يتكلم عن يسمع ويعمل وهذه الطريقة يعني من عمل وعلم أو علم وعمل يعني على الطريقتين ممكنها يسمع بقول ولا يعمل أو يسمع ويعمل تعرفوا هذا كان دايما الطريقة اللي بيتحدث فيها الرب يسوع لما تكلم بالأمثال في متى 13 قال ولكن طوبة لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع طوبة يعني عم بطوب الأذان نسمع نركز نتذكر نفهم نعمل بهذا الكلام أو كما يقول افعل هذا فتحيا بتعرفوا لما جاءت المطوبة مريم مع إخوة يسوع قال الذي يعمل مشيئة أبي وفي مرة مرأة صرخت يعني في وسط الجموع طوبة للبطن الذي حملك وللثديين التي أرضعتك قال يسوع بل طوبة للذين يسمعون ويحفظون كلام الله شاف الفرق مهم جدا أنك تحفظ كلمة الله بشكل عملي ما نكون سامعين فقط خادعين نفوس أنا منفكر يعني أنه بس بمجرد السعوة لا في طاعة في إيمان إذن الإيمان بالخبر يعني الخبر اللي هو كلمة الله والخبر بكلمة أو بسماع كلمة الله لما بتسمع كلمة الله وبتعمل وبتطيع وبتحفظ وبتذكر وبتفهم وبتركز فيها تصبح جزء لا يتجزأ من حياتك كما قال النبي في القديم وجدت كلامك فأكلته فعلا يعني خلص بيجتر على كلمة الله إذا صح يعني هذا التعبير فمهم جدا طوبة يعني بيهنئ اللي بيسمع واللي بيحفظ واللي بيعمل كلام الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر